القوة القمعية تنزل بقوة وبكثافة وبتعدد ألوانها وأشكالها وكبعاتها وتحتل ساحة التحرير وشارع محمد الخامس والشوارع المحادية وتستعرض عضلاتها وقواتها على المواطنين الأبرياء حتى أنه لا يسمح للمواطن أن يقفش في شارع محمد الخامس ولا في ساحة التحرير إنه لاستعمار البغيث إنه لاستعمار البغيث إنه لاستعمار البغيث نحن نطالب برفع العسكر عن ناظر وتمتيع سكان ناظر بالحرية حتى يعبروك باقي المدين المغربية لماذا الضالب ذا لها الحق أن تنظم مسيرا والناظر لا أهيست هناك عنصرية أكثر من هذه إنها عنصرية مقيثة تمارسها الدولة المغربية على سكان الريف إذن سنحاكم المغرب شكل من أشكال العنصرية أقولها وبكل سجاعة الريف أم معسكر الريف مضطهد الريف لا يوجد في الخريطة السياسية للمغاربة المغرب يحاصر الريف ونحن أيضا لسنا مغاربة لأننا جمهوريون وسنظل جمهوريين وسندافع عن مبادئنا من أجل الحرية والانعتاق من هذا الاستعمار البغيذ الذي يحاصرنا ويقتلنا ويعتقلنا ويضطهدنا لن نركع ولن نشجد إلا لله الواحد الأحد على المخزن أن يجمع تلويناته وقواته ليغادر شوارع مدينة الناظر لأن هذا لا يشرفهم لا هما ولا نحن مرة أخرى أدعو إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحرير الريف من الاعتلال الغاشم وتأسيس الجمهورية الثانية والسلام عليكم